الاشتباك هنا فينا يا جماعة الجزئية الخاصة بالقالي وكاس العالم الأندية ودي هنجيلها بس الجزء الخاص بالمنتخب قبل ما نشوف شكل هذا الاشتباك وعطفاً على المونتس عدلي قاله هو الراجل لما ييجي يقول أنا مش هدفي في كاس الأمم الفوس بالبطولة ومش رايحة نفس على البطولة وما اتفقتش على كده هي دي المصيبة ما اتفقتش على كده وعقد ما بينصش على كده ولما اتفقوا معايا اتفقوا معايا على أن أنا أروح كاس العالم هي فكرة أننا نروح لكاس العالم دي غاية ولا وسيلة يعني احنا عايزون نروح كاس العالم بس عشان نبقى دولة أهلة لكاس العالم ولا نروح نقدم نفسينا للعالم أننا عندنا كرة حلوة أننا بنعرف نلعب كرة أن الدولة مصر دولة فيها كرة متقدمة رايح أعرض نفسي وأعرض بضعتي ولا رايح أقول سامو عليكم أنا جيت بطريقة أن أنا مجرد أروح وأعمل تكتلات وزهق الناس مني والناس تقول إيه الكرة ده وتتدايق مني لدرجة أنه الفيفا بعد كده غير قانون اللعبة على شنة فكرة ترجيع الكرة الحارس المرمى ونقعد نقتل الوقت في ترجيع الكرة للجون بعد كاس العالم تسعين غيروا قانون اللعبة على شنة فإحنا رايحين نقدم نفسينا ولا رايحين نبهدل نفسينا إذا كنا رايحين كهدف أن نروح كاس العالم من غير ما نقدم صورة كويسة عن الكرة المصرية لا بلاها أحسن خلينا هنا لكن المفروض أنه كاس العالم فرصة ووسيلة في معرض دولي كبير تقدم من خلاله مستوى التطور اللي أنت وصلت له في كرة القدم مش الهدف فقط الوصول فإذا كان الاتفاق مع الخواجب بس عايزين ناخد تأشير الكاس العالم فنضحب كاس الأمم الأفريقية البطولة اللي احنا عندنا رخم قياس فيه هو أفصح يا أستاذ إبراهيم هو جاي ليه يعني كيروش الذي صنف أنه مدرب عالمي وكان تقريبا مبطل وجبته والناس يقول لك إزاي كيروش مر المتخب مصر ووفق إزاي هترين الراجل جاي يعمل ماتش اعتزال يعني عايز يجيب هدف يدي له مبرر أنا بطل بقى كده وأنا عملت كل الإنجازات اللي أنا بأحلم به لكن هو مقصش لأدفنا أحنا إحنا أهدفنا إنك نجيب مدرب عالمي إذا كان هو مدرب عالمي يطور أدقنا مفيش مان يعني يقدم لنا اتنين أو تلات لعيبة جداد لكن أنت روح تجيبت إيه يعني بعد شوية أنت روح تجيبت أكبر اللاعبين السنر في الدوري وألحقته يبقى أنت ما فيش تجديد هنا يعني أنا مش عارف الكتالوجه ماشي زي هل هو بيجيب واستبعدت الناس اللي أنت اعتمدت عليها في البطولة العرب يعني ألف يصل لاتنين مش في الاربعين وبعدين كلام إنه هو مخدش غير خمسة عشرين بعدين الدوله تلاتة وبعدين فيه كلام إنه هيخلص من التلاتة الدول تاني هستفر بالخمسة عشرين يعني زي قولت تحس إن الدنيا كده مش محكومة أو كل واحد يعني ياخد قرار بمعزل عن التاني يعني أنت لم يقول خمسة عشرين يا كنت نقشته خودة تمانية وعشرين ودي استراتيجيات نحن إحنا عندنا زي بقولوا إيه رخصة عايزين نستخدمها لأخيرها مين قالك إنه إحنا عايزين نكتفي بخمسة عشرين خودة تمانية وعشرين ويبقوا معك تلاتة احتيات استراتيجية موجودين معاك هم دول اللي يعني حياملوا لك العب التدريبي وبعدين أنت لقدر الله أنت ما تشعارف هناك أخبار كورونا إيه أنت ممكن تحتاجهم ولا مش ممكن وبعدين تخيل نفسك لعيبة يا أستاذ إبراهيم كل شواء الناس تقولك إيه طب أنت بره اللي أربعين لا أنت جوه طب أنت مسافر قبل السفر لا يا حبيبي أنت مش معنا طب إحنا بنتكلم في حقك هذا كلام ما ما يديش ثقة للعيبة أنا مش شاف إن فيه لعيب في منتخب مصر يعني بيدي أحسن حاجة عنده يعني حطهم واحد واحد ما فيش حد بيدي أعلى مستوياته غير السلاء قبل ما يصاب غير حتى ما فيش لعيب ما فيش لعيب عارف رأسهم الرجليه بحيث إنه هو يقولك أنا كده أيو أنا عندي الحوافز حتى اللي أنت اخترت لهم الجداد وديت لهم حوافز وكانوا بيجتهدوا على قد ما يقدروا أنت ساعدت السلقة منهم تاني فالحقيقة كيروش تجربة حتى لو تعرف لو وصلنا كاس العالم هي تجربة مش اللي كنت أتمناها الراجل ده مش جاي للكورة المصرية ده جاي نفسه